باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الديهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لزالة نحو تغير كالتغير التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها منق للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت ولا يصيب السنة من استاك بأصبع وخرقة ونحويهما لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود مسنون كل وقت خبر قوله التسوك أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلة وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغدا ولا تستاكوا بالعشي أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه متأكد خبر ثاني للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلة وعند انتباه من نوم ليل أو نهار وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره وعند وضوء وقراءة زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقدر ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا رواه النساء والترمذ وصححه والترجل تسريح الشعر ودهنه ويكتحل في كل عين وترا ثلاثة بالإثمد المطيم كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام رواه أحمد وغيره عن ابن عباس ويسن نظر في مرآة وتطيب ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردويه ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وغيره وتسقط مع السه وكذا غسل وتيمم ويجب الختان عند البلوء ما لم يخف على نفسه ذكارا كان أو خنثا أو أنثا فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ويستحب أن لا تؤخذ كلها والخنثى بأخذهما وفعله زمان صغر أفضل وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض وكذا حلق القفى لغير حجامة ونحوها ويسن إبقاء شعر الرأس قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابه ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا ما تحت حلقه ويحف شاربه وهو أولى من قصه ويقلم أظفاره مخالفا وينتف إبطيه ويحلق عانته وله إزالته بما شاء والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق أربعين يوما وأما الشارب ففي كل جمعة ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يحاقب على تركه وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضع وتحسينه السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام الماء ويسقط غسلهما والتسمية سهوى وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنفه وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفا مما يضعه من تحتها بأصابعه مشبكة أو من جانبيها ويعركها وكذا عنفاقة وباقي شعور الوجه ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين قال في الشرح وهو في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه بخمصر يديه اليسرى من باطن رجله اليمنى من خمصرها إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس وأصابع يديه إحداهما بالأخرى فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط ومن سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرد ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالأقل ويجوز الاقتصار في الغسلة الواحدة والثنتان أفضل منها والثلاث أفضل منهما ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره ولا يسن مسح العنق والكلام على الوضوء ترجمة نانسي قنقر